برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبحضور معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح افتتح وكيل الوزارة لشؤون الصناعة سيد أسامة محمد العريض فعاليات مؤتمر حاضينات ومسرعات الأعمال الخليجية الثاني بتنظيم من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين بمشاركة خمس دول خليجية إلى جانب استضافة دولة فلسطين الشقيقة كضيف شرف للمؤتمر وقد حضر الفعاليات نحو ثلاثمائة رائد عمل وصاحب مؤسسة صغيرة على مدار يومين في جلسات وورش عمل تفاعلية مستمرة وفي الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة لشؤون الصناعة أسامة العريض بالإنابة عن الوزير أكد فيها أن أهمية هذه الملتقيات كونها تجمع تجارب مختلفة من دول مجلس التعاون إلى جانب تواجد مسرعات وحاضينات الأعمال البحرينية والذي يعد بمثابة فرصة لتلاقي التجارب وقصص النجاح وتبادل الخبرات في أحد أهم القطاعات الناشئة التي باتت تحتل أولوية خاصة في اقتصاديات دول مجلس التعاون بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص وهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما استعرض الوكيل الاستراتيجيات العامة التي أولتها الحكومة لهذا القطاع الهام حيث أثمرت هذه الرؤى والاستراتيجيات بتشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقرار من الحكومة الموقرة ووفق خطة عمل خمسية حتى عام 2023 من جانبه قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إن الجمعية توالي جهودها وتنطلق في خطتها لتنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي ويأتي بعد النجاح المتميز الذي حققته النسخة الأولى بمشاركة نحو 150 من رواد الأعمال والشركات الناشئة من البحرين وأربع دول خليجية شقيقة